موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا اللقاء الخاص الذي نجريه مع دكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق لنسلط الضوء على ما يجري من أحداث على الأرض في العراق وآخر المستجدات التي تشهدها الساحة العراقية وخاصة ثورة تشرين وكذلك نناقش تطورات الأحداث بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ومدى تأثيرها وانعكاسها على ثورة تشرين والوضع بشكل عام في العراق أهلا بكم دكتور أهلا ورحمة بداية بعد مضي أكثر من مئة يوم على ثورة تشرين كيف تابعتم مجريات أحداثها حتى هذه اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم هذه الثورة بدأت كما تعرفون في بغداد على شكل تظاهرات ثم تطورت هذه التظاهرات إلى تجمعات ثم اعتصام في ساحة التحرير ثم تعرضت التحديات عديدة ولا سيما التحديات الأمنية ومحاولات قمع هذه التظاهرات وهذا التحشد والاحتجاج الكبير لشباب العراق ولكن استطاعت هذه الجمعة الشبابية أن تصند وأن تبقى في الساحة ومن ثم تطورت هذه الانتفاضة تظاهرات ثم انتفاضة وامتدت إلى سوح محافظات عراقية كثيرة جدا ولاسية ما في وسط وجنوب العراق ثم تعززت على مدى المئة يوم الماضية وأصبحت ظاهرة بحد ذاتها اقتربت من كثيرا من معاني الثورة الشبابية التي لم تقتصر على فئة الشباب الذين أشعلوا فتيلها وإنما عمت جميع فئات الشعب العراقي ولعل هذه النقطة هي أبرز ما حققته هذه الثورة حتى اللحظة إذا استطاعت أن تنتزع الاعتراف والشرعية من الشعب العراقي أولا ومن ثم تجبر وسائل الإعلام العربية وغير العربية والغربية أيضا على الاهتمام بها ومتابعتها ثم بدأت بعد ذلك توالي حصد ثمارها واحدة بعد واحدة في سبيلها الهدف المعلن منذ البداية ألا وهو اقتلاع النظام السياسي بالكامل الصمود والقضاء على الطائفية ربما كانت من أبرز سمات هذه الثورة كيف استطاع هذا الشباب أن يصل بهذا الوعي ويفاجئ حتى من في السلطة بتخطي كل هذه المحاولات التي كانوا يتبعونها طيلة هذه الفترة الماضية نعم هي كانت مفاجئة لكثيرين ولكن بالنسبة لنا في هيئة علماء المسلمين وعدد من القوى المناحظة للاحتلال العملية السياسية لم تكن مفاجئة والذي يراجع الخطاب والأدبيات التي أو أدبيات الهيئة منذ بداية احتلال وحتى اللحظة كنا نركز فيها دائما على أن هناك بعد مخفي غير مرء وغير منظور ألوه بالبعد الوطني العراقي وكنا نراهن بعد الله سبحانه وتعالى على أنه ستمر مرحلة زمنية معينة تنكشف فيها جميع الأقنعة تنكشف فيها جميع الأكاذيب يظهر للعراقيين جميعا عوار العملية السياسية النظام السياسي القائم بكل مراحله منذ مجلس الحكم وحتى اللحظة طالت نعم هذه المرحلة ولكنها أخيرا أثمرت عن انتفاضة شبابية كبيرة جدا تركز على أمور الأمر الأول هو رفض الوجود الأجنبي في العراق ممثلا بالاحتلالين الأمريكي والإيراني وهذه نقطة فارقة ومهمة لهذه الثورة والنقطة الثانية أنها تركز على البعد الوطني بعيدا عن الأبعاد الأخرى العرقية والطائفية والمذهبية الأمر الثالث والمهم أن هذه الثورة منذ البداية كانت تعي بأن الحل هو في التغيير الشامل وليس بالترقيع المسمى إصلاحا على مدى سنوات طويلة أمر آخر مهم أنها أيضا جعلت من ضمن أهدافها أستطيع أن أقول بكل وضوح و بكل صراح الزمرة السياسية القابضة على الحكم في العراق نديجة التوافقات الحزبية فضلا عن تجاوز البعد الطائفي على الأقل من الناحية السياسية الكل الآن في الساحات كما ترون ينادون بالوطنية بعيء ويصرحون لا يتحدثون عن موضوع بعاد الطائفية بالإشارات والرموز وإنما تصريحهم بها واضح تجاوز المعنى الطائفي في هذه المرحلة سياسيا نتمنى إن شاء الله في المستقبل وبعد نجاح الثورة أن يبنى على هذا البناء السياسي بناء فكري وثقافي الانتزاع الطائفية الثقافية والفكرية أيضا تحدثتم قبل قليل عن التحديات التي واجهت الثورة الداخلية عندما نتحدث عن الجانب السياسي والجانب الأمني كذلك لكن ماذا عن التحديات الإقليمية والدولية كذلك التي تواجه ثورة تشرين التحديات كثيرة تصور أن القوى المناهضة لإحتلال منذ بداية الإحتلال تتعرض لمخاطر كبيرة جدا ولا تلقى الاستجابة المناسبة من المحيط العربي والمحيط الإقليمي والمحيط الدولي لأن الجميع يتخوف من إسناد أو على الأقل التعاطف مع قوة تسعى لإنهاء النظام السياسي الذي قامته الولايات المتحدة في العراق فما بالك بشباب مجردين لا يملكون شيئا إلا إيمانهم الواعي والتام والكامل بتحرير العراق واسترجاع سيادته فإذن التحديات التي تواجهها قوة سياسية مناهضة ومعارضة ومقاومة لاحتلال يواجهها الآن شباب ساحات التحرير في كل المدن العراقية وهي ضغوط محلية متمثلة في قوى القمع التي تمارسها الأجهزة الأمنية والميليشيات للنظام السياسي القائم فضلا عن عدم تعاطف كثير من من حولنا خارج العراق مع هذه الثورة لأسباب عديدة فمنهم من يدعم النظام السياسي القائم ويريد استمرار هذه العملية السياسية لمصلحة إلقاء الصلاة لمصلحة العراقيين ومنهم من هو متخوف من مخرجات هذه الثورة وماذا ستجلب على المنطقة لأن أصبحت الآن نموذج لكل المنطقة وأمل تعلق عليه شعوب أخرى ليس الشعب العراقي فقط فضلا عن ذلك أن هذه الثورة فتحت باب جديدا أو مرحلة جديدة من الصراع الأمريكي الإيراني للأسف ساحته الرئيسة دائما هي العراق فتحديات هذه الثورة كثيرة وكبيرة ولكن يبدو أن هذه التحديات تقابلها أيضا أهمال كبيرة وعريضة فقد وضعت هذه الثورة نصلا نقول وضعت حجر الأساس لإحداث تغيير ما في العراق طبيعته كمه زمانه هذه متروكة للزمن دكتور ما انطبعكم في هيئة علماء المسلمين عن الموقف العربي أو الدور العربي فيما يشهده العراق الآن من تحديات خاصة ثورة تشرين الآن لعلي ألمحت في جواب السؤال الثاني عن هذا الموضوع البعد العربي لا يكاد ينظر لا يكاد يرى فيما يجري في العراق هناك حجام من جهات وهناك اندفاع باتجاه مضاد للأسف للثورة نتيجة حسابات سياسية مصلحية خارج عن حسابات المصلحة العراقية وهناك تخوف كما قلت وعدم معرفة بمآلات هذه الثورة فضلا عن ذلك إلى الآن هناك جهات لا تستطيع قراءة المشهد قراءة صحيحة في ظل هذا الصراع الإيراني الأمريكي والتخادم الإيراني الأمريكي الذي وصل مرحلة من مراحل الخلاف الواضح والصريح بينهم فالأمور متداخلة لذلك لا أتوقع لا أجد الآن ولا أتوقع أن يكون هناك تأثير عربي ما ونقصد بالتأثير العربي هنا طبعا وكما أفهم من السؤال هو التأثير السياسي من النظام السياسي العربي لكن على مستوى الشعبي هناك تعاطف كبير جدا والحمد لله مع ثورة الشباب دوليا المنظمات الهيئات الجهات الدولية كيف تابعتم تفاعلها مع ثورة تشرين هل تتوقعون منها أن يكون هناك تفاعل ربما أكبر مستقبلا خاصة بعدما تفضلتم به الصراع الأمريكي الإيراني أحد العوامل الجديدة التي دخلت على الساحة العراقية منذ الاحتلال عام 2003 حتى اللحظة هو الاهتمام الدولي بما يجي في العراق عندما طلقت التظاهرات كانت المنصات الإعلامية التي تتحدث عن الثورة وتساند الثورة قليلة وبهذه المناسبة أنا أبارك لكم في قناة الرافدين هذا الجهد الكبير المواكب للثورة الذي فرض نفسه على الساحة حاول الشباب في البداية وحاولنا معهم من كل المنصات الإعلامية التي لدينا في هيئة علماء المسلمين والقوى المناهضة لاحتلال أن نسند هذا التحرك بأي وسيلة من الوسائل خلال الشهر الأول كان هناك نوع من الصعوبة لكن بعد حين بدأنا نجد أن هناك تجاوبا ما من وسائل الإعلام الغربية ثم بعد ذلك اهتمام لعدد منظمات وخاصة منظمات المعنية بحقوق الإنسان ثم بدأت بعض الدول الغربية تصدر بيانات تحذير منفردة أو مشتركة ثم لاحظنا أيضا اهتماما كبيرا للأمم المتحدة وبهذه المناسبة جرت مراسلات ومواصلات بيننا وبين الأمم المتحدة على هذا الصعيد فرصدنا بأن هناك تغيرا في المزاج الدولي في التعامل مع ما يجري في العراق طبعا لعل لهذا أسبابا إقليمية ودولية نتيجة الصراع الجاري في المنطقة وليس مقصودا منه منفعة العراقيين أو سواد عيونهم كما يقولون ولكن ربا ضرت النافعة يبدو أن ما يجري في الساحة العراقية مؤثر الآن بشكل كبير جدا في عوامل التغيير الجارية في المنطقة غير المنتهية مفاعل التغيير منذ مدة هي متحركة في هذه المنطقة ولكنها غير مستقرة وحد الأسباب طبعا هو نعود إليه الصراع الأمريكي الإيراني فإذا إلى الآن مستوى الاهتمام الدولي من الناحية الإعلامية لا بأس به من الناحية الإنسانية جيد ولكن يحتاج إلى تطور أكبر وإلى تفعيل وسائل أكثر وإلى الانتقال من مرحلة نشر التقارير والبيانات إلى مرحلة التوثق الحقيقي مما يجعل الأرض مساعدة ومساندة شباب ثورة تشريين في التعبير عن أنفسهم ورفع الضيم الحاصل عليهم وأيضا ملاحقة ومعاقبة المجرمين الذين قاموا بالجرائم على مدى هذه الأشهر وعلى مدى السنوات السابقة لأن هذه الثورة أو هذه الانتفاضة في مرحلتها الأولى ما جاءت هكذا عبثا وإنما بناء على رصيد من التجمعات والتظاهرات والثورات الشبابية منذ عام 2010 حتى الآن وسبق هذا أيضا رصيد المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي فالشيء يبنى على شيء دكتور إذا فتحنا باب الصراع الأمريكي الإيراني رغم أن هناك من يقول بأنه هذا ليس صراعا حقيقيا لكن مع هذا نسير على المعطيات الموجودة على الأرض نافعا هل الولايات المتحدة الآن تدخل في مرحلة جديدة بتعاملها مع إيران مرحلة جديدة في هذا الصراع وهو تقليم أظافر إيران إذا صح هذا الوصف بعيدا عن هذه الجدلية التي لن تنتهي الصراع الأمريكي مع المنطقة حقيقية وهذا الصراع يتخذ أشكالا متعددة بين حين وآخر وليس بالضرورة أن يكون هذا العداء مستمرا وليس بالضرورة أن يكون هذا العداء لجهة أو طرف على طول الخطوة على مدى الزمن أمريكا تريد تحقيق مصالحها في المنطقة أي طرف يقف في تحقيق هذه المصالح يكون عدوا لأمريكا وفق الموازين الأمريكية وأي طرف يمكن أن تستفيد منه أمريكا مرحليا في تحييد أطراف أخرى وإشغالها تتعامل معه الولايات المتحدة الأمريكية من حسن بعض الملفات وإعادة ترتيب الصراع وإيصار رسائل إيران استفادت من الوجود الاحتلال الأمريكي في العراق وامتدت وملأت الفراغ العراقي وفق النظرية الإيرانية القديمة وأصبحت هي الكاسب الرئيس في العراق على الأرض ولا سيما بعد اشتراكها فيما يسمى بالتحالف الدولي ضد الإرهاب الذي كانت زعيمته الولايات المتحدة الأمريكية بطيرانها وصواريخها واستخباراتها وعدد الدول الغربية والمنفذ الرئيسي له إيران على الأرض بقيادة سليماني والحجد الشعبي بعد الانتهاء من القضاء على العدو المشترك داعش بدأت مرحلة جني الثمار أمريكا تعتقد أن إيران جن الثمار أكثر منها في العراق فهي تحاول أن تجد الفرصة المناسبة لعادة ترتيب موازين القوة وتقليم النفوذ الإيراني ما أمكن وتخفيف حالة التخادم لتحقيق مصلحة أمريكية لكنها لا تجد الفرصة وجدتها الآن من خلال الثورة الشبابية أمريكا الآن تحاول استثمار هذه الثورة تحاول استغلال هذه الثورة تحاول الاستغلال من الظروف التي وفرتها هذه الثورة من أجل أن تحقق أهدافها في تقليم أظافر وأنياب وذيول إيران في العراق لمصلحته هي لا لمصلحته للشباب ولا العراق فإذا نستطيع أن أقول بأن التخادم الأمريكي الإيراني في مرحلة تصادم حقيقي الآن ولكن كما قلنا ونقول دائما يستطيع أعداء هذه الأمة أعداء هذه المنطقة أعداء العراق أن يضبطوا إيقاع خلافاتهم حتى لا يقع صدام مباشر يضر بالطرفين دكتور التفاعل الأمريكي مع الثورة واستغلالها للمصالح الأمريكية من أجل كما تفضلتم تقليم أظافر إيران لكن لا ترى أنه تأخر التفاعل الأمريكي مع الثورة يعني تغريدة دونالد ترامب خرجت بعد الأحداث التي شهدها العراق مع إيران لم تكن من اليوم الأول هذا يؤكد ما قلته قبل قليل أمريكا ليست راغبة في تغيير النظام السياسي في العراق وهي ليست راغبة أيضا بتغيير شعبي حقيقي لذلك التفاعل مع تظاهرات الشباب لم يكن منذ البداية وهذا دليل أيضا على أنها لم تكن وراء هذه التظاهرات كما يدعي بعضهم لغرض التشكيك بهذه الثورات لا أمريكا عندما وجدت إصرارا عندما رأت بأن الشباب استطاعوا أن يثبتوا في ساحة التحرير بداية وبعض الساحات في المحافظات الأخرى اكتشفت أن هناك بعدا وعاملا جديدا في العراق أمريكا كان أهمها في البداية عندما تدخلت إصلاح النظام السياسي وإعادة ترتيب الأوضاع بما يقرب أعوان وحلفاء أمريكا ومن تعتمد عليهم أمريكا وتقليل نسبة الوجود الإيراني من خلال القوى الأحزاب السياسية التابعة والمتعالفة مع إيران هكذا كانت في الشهر الأول والشهر الثاني بعد ذلك تطورت الأمال الأمريكية عندما رأوا بأن الشباب استطاعوا إنجاز ما لم تنجزه جهة قبلهم أسقطوا عادل عبد المهدي ثم وضعوا رئيس الجمهورية في مشكلة والآن هو كأنه لا هو مستقيل ولا هو غير مستقيل في منزل كأنه بين المنزلتين الشباب يقولون أنجزنا الهدف الأول رئاسة الوزراء وأنجزنا الهدف الثاني رئاسة الجمهورية وبقي الهدف الثالث مجلس النواب إذن فرصة ثمينة للولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة ركوب موجة الثورة التشرين في العراق كما ركبت موجات ثورات الربيع العربي في وقتها وحرفت كثيرا منها عن مسارها الذي كان مقصودا لمن قاموا بها دكتور لدينا تصريح لوزير الدفاع الأمريكي قال ندعم عراقا قويا مستقلا وسنرد بقوة على أي تهديد من إيران أو كلائها يعني حضرتك تفضلت الآن عن المصالح الأمريكية واستغلالها للأحداث لكن هل عندما تخرج الولايات المتحدة بهذه التصريحات وتجبر الثورة الولايات المتحدة أفونا أو العالم أن يتدخل هل هي جادة في بناء عراق قويا مستقل أنا سؤالي كيف يمكن لجهما لشخص ما يتكلم هذا الكلام وهو يعي تماما أن السبب الرئيس لضعف العراق وعدم استقلاله وفقدانه لسياسته سيادته ونه بمقدراته هو بسببه هو بسبب الولايات المتحدة الأمريكية عندما يتحدث هذا الوزير الأمريكي عن هذا الموضوع بهذه الطريقة هي محاولة لذر الرماد في العيون كما قلت محاولة الاستغلال هذه الثورة يريد يوصل رسالة لإيران والرسالة واضحة وصريحة نريد أن نبني عراق قوي ذو سيادة كيف يبني هذا العراق القوي ذو سيادة هذا الكلام يحتاج إلى تقدير كلام آخر مضمر في صدره لم يخرجه معروف تماما وهو ننهي النفوذ الإيراني أو نضعف النفوذ الإيراني ونقوي نفوذنا في العراق يعني إعادة احتلال العراق من جديد حتى نبنيه وفق ما نريد ونجعله قويا في وجه إيران مقويا بذاته بشعبه بمقدراته بحريته إذن هي محاولة سياسية إعلامية تستخدم في إطار الصراع الأمريكي الإيراني طيب هذا إذا أراد الأمريكي أن يبني العراق ويجعله قويا وهذا ما لن يحدث أبدا جيران العراق بعض الدول الأقليمية في المنطقة لا تريد العراق أن يكون قويا بعض جيران العراق لا يريد العراق أن يكون قويا لا يريد للعراق أنه يكون صاحب سيادة وحرفي تصرفاته وإيران طبعا هو المستفيد الأول من بقاء العراق في هذه الحالة حالة التابع للأسف أقولها العراق هذا العراق البلد العظيم يكون في زمن الاحتلال وفي زمن حكم ذيول وأذناب إيران يكون تابعا لإيران فإذا إيران من مصلحتها بقاء العراق ضعيفا وأمريكا نفسها من مصلحتها بقاء العراق ضعيفا هذا الكلام كما قلت محاولة تسويق التدخل الأمريكي لتحقيق هدف ما بحجة ونتذكر طبعا كلنا تصريح الجنرال مود عندما دخل بغداد في عام 1918 وقال جئنا يعني محررين لا فاتحيين الزمن يعيد نفسه التاريخ يعيد نفسه أن اختلفت العبارات دكتور إلى الجانب الإيراني ننتقل المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قال إيران تعلن بوضوح عن خطواتها مثل الهجوم على قاعدة عين الأسد أو استهداف الطائرة الأمريكية المسيرة أو إيقاف سفينة نفطية لكنها لا توصي أحدا باتخاذ مواقف بالنيابة عنها هل إيران الآن بعد أن كانت تهدد بإخراج أو بطرد النفوذ الأمريكي من المنطقة أو من العراق الآن هي في مرحلة إعادة ترتيب أوراقها مرة أخرى المناورة إذا صح وصفها هذه إيران الحقيقية إيران التي وعدت برد مزلزل على الولايات المتحدة الأمريكية ترد برد هزيل كلنا تابعنا وعرقنا ثم بعد أن كانت تحشد أعوانها في المنطقة من الحجد ما يسمى بالحجد الشعبي في العراق وصلنا إلى حزب الله في لبنان وإلى الحوثيين في اليمن وإلى الأذرع الأخرى المنتشر السياسية والأمنية والعسكرية في بلاد المنطقة نراها تحجم الآن وتطلب من الجميع عدم الرد وينبري حسن نصر الله ويقول بأن الرد يحتاج أو هو مسار طويل جدا وهي أول خطوة طيب إذن هذا تراجع واضح وصريح عن ما وعدوا به من رد المزلزل طبعا هذا يبنى على مواقف سابقة إيران وأمريكا بعد التوتر الكبير اللي حصل قبل أشهر ومجيء حاملات الطائرات والبوارج وهاء إلى ذلك إلى المنطقة وبدأ العالم يتحدث عن حرب ومعركة كبيرة وكلنا نشك في هذا لا نقول أنهم ليسوا عدا ولكن نقول بأن التخادم ما زالوا مستمرا وهذا استعراض عضلات لإيصار وسائل كانوا يسعون إلى إنشاء معركة محدودة لا تحرج الأمريكان ولا تحرج الإيرانيين يظهر الإيراني بأنه لم يخسر ويظهر الأمريكي بأنه انتصر وهكذا يمررون القضية على كثير من الناس حكاما ومحكومين وفعلا ما حصل الشيء أسقطوا طائرة مسيرة أمريكية يعتذر لهم ترامب يقول لعله عن طريق الخطأ تصور تتحجج على إيران ثم تجد لها عذرا يجبرون السفن على ويختطفون سفن ويحتجزون سفن أمريكية وغربية وكأنه لا يحدث شيء وهكذا استمرت الأمور إلى أن وصلت الأمور إلى ما فعلوه في القصف في كيوان في كاركوك ثم الرد الأمريكي ثم مقتل سليماني والنتيجة ضربة محدودة لحفظ ماء الوجه عدم سقوط أي قتيل أمريكي وطمطمت الموضوع بينهم إيران تدعي الآن أنها ردت وأمريكا لم تخسر أحد يستدعي قطرة دم واحدة أمريكية كما يقولون وكما يبدو أنه هذا هو الصحيح من خلال المعطيات تستدعي لم تسقط أو لم يسقط جندي أمريكي في هذه العملية أو الرد الأمريكي يستدعي موقفا متشنجا أو ردا سريعا من الرئيس الأمريكي وهكذا نعود إلى مرحلة جديدة من مراحل الصراع المعلن إعلاميا وغير مرحلة الوساطات غير المعلنة التي تمر تحت الطاولة والمراسيل هنا وهناك من أجل تهديئة الأوضاع تهديئة الأوضاع في العراق بين الطرفين لا بد أن تكون لها آثار أخرى من ضمن هذه الآثار الموضوعة على قائمة أو على جدوى الأعمال الأمريكان والإيرانيين هي كيفية التعامل مع ثورة الشرم دكتور ذكرت قبل قليل استهداف قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس طبعا جابت شوارع كثير من المحافظات العراقية فرح من قبل العراقيين في وقت متأخر من الليل احتفالا بهذا الحدث وليس في العراق فقط حتى في بلدان عربية ماذا يمثل قتل قاسم سليماني وكذلك الكره الذي يحمله العراقيون تجاه هذا الشخص في البداية يحق لكل مظلومين لكل ذوي مقتول يحق لكل شعبين أو بلدين سامه الاحتلال الأمريكي وسامه الاحتلال والنفوذ الإيراني يعني على مدى سنوات ساموه يعني قتلا وسفكا للدماء ونهبا للثروات وتفتيتا للكلمة واختطافا للمستقبل على كل الطرفين الأمريكي والإيراني أن يفرح بموت من تسبب لهم بذلك وقاسم سليماني تسبب بكل هذا لكثير من بلدان المنطقة وفي مقدمتها العراق قاسم سليماني مسؤول عن تنفيذ الاستراتيجية الإيرانية في تصدير الثورة بتوصيفاتها الجديدة عبر التواجد العسكري والأمني والاستخباري في كثير من الدول العربية ما كان منه معلنا عن طريق عمليات الاستهداف والاغتيال والتصفيات على مدى سنوات طويلة غير معلناف وما كان منه معلنا من خلال اتخاذ العراق ساحة لتصفية الحسابات مع أعداء إيران بحماية طائرات الأمريكية وهكذا رأينا قاسم سليماني يتجول في كثير من المحافظات العراقية يقود ويوجه ويشارك في المعارك بنفسه ورأيناه أيضا يقوم بهذا العمل في سوريا ورأيناه يتجول على أنقاض حمص وحلب وغير من المدن السورية وما فعله في لبنان ليس بالهين هو المشرف على كل ما يجري في لبنان من أذرع إيران في لبنان أما موضوع الحوثيين فحدث ولا حرج فإذن قاسم سليماني يمثل قائد أو منفذ الاستراتيجية الإيرانية الاختراق للمنطقة فاغتيال قاسم سليماني يشكل ضربة كبيرة لإيران وفي الوقت نفسه أيضا يشكل تخلصا من عدو كبير للمنطقة وأبنان هذه قراءتنا وهذه رؤيتنا لمقتل قاسم سليماني ولعل الله سبحانه بل الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون هذا الاغتيال بهذه الطريقة وعلى يد أو على بطريقة الصراع بين عدوين دكتور سنعود إليك بعد قليل الإكمال لحديثنا مشاهدين الكلام نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في هذا اللقاء الخاص الذي نجريه مع الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق اهلا بكم من جديد دكتور قبل الفاصل كنا نتحدث عن قسم سليماني وما الذي يمثله لدى إيران ومشروعها في المنطقة هل تعتقد أن الولايات المتحدة بدأت بتغيير طريقة تعاملها وتعطيها مع الأحداث يعني التخادم الأمريكي الآن عندما نرى قيادات ميليشيات أو قادة إيرانيين يقتلون بهذه الطريقة وهم مؤثرين ومطلوبين كذلك هل تعتقد أنها مرحلة جديدة في التعامل الأمريكي مع إيران عن طريق هذه الأذرع التي تقطع الآن في المنطقة وخاصة في العراق قناعتي الشخصية أنها ليست مرحلة جديدة وليست سياسة أمريكية قد تستمر لأن الولايات المتحدة الأمريكية علمتنا أو تعودنا منها دائما على أنها تسير في ضوء مصالحها متى ما رأت أن هذه المصالح قد تتهدد ممكن أنه تستثني ممكن أنها تتوقف تراجع سياسة المرحلية طبعا وليست الاستراتيجية وهذا ما حدث بعد مقتل سليماني تصور عنده كثيرين كانوا بعد مقتل سليماني وهو العنصر الأبرز الهدف الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية أصبحت باقي الهداف أمرا سهلا هينا لا يحتاج لطول تفكير ولكن أنا رأيها تحجم عن ذلك لماذا؟ لأن ضربة سليماني في اعتقاد الشخصية لم تكن مقصودة لأنه كان ممكن أنه تشعل مرحلة جديدة من الصراع الأمريكي الإيراني غير محسوبة النتائج بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية على الأقل ولكنه قرار ترامبي وقد تعودنا على هذه القرارات الترامبية المفاجئة من مجموعة خيارات اختار الخيار الأبرز لمصلحة قد يراها هو داخلية تتعلق بالانتخابات الأمريكية وكون هذا العام هو عام انتخابات أمريكية فإذا أنا لا أعول ولا أتوقع استمرار الاستهداف الأمريكي إلا إذا حصل متغير ما يستدعي تصعيد حدة الموقف الأمريكي لأنه هذا مبني على أنه لا أتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها نية في التغيير في العراق تغييرا كاملا يستدعي مواجهة كاملة ومباشرة مع إيران وهذا أيضا ليس توقعا مستمرا لأنه كما قلت في أي لحظة ممكن أنه تحدث كمستجد قاسم سليماني ما كان متوقعا ولا متصورا يكون بهذه الصورة المفاجئة وأن تكون ردود الأفعال بهذه الطريقة الباهتة وهذه الطريقة التي تم تداركها والاتفاق على نوع كما قلت من إعادة رسم حدود الاشتباك بين إيران وأمريكا في المنطقة فالأمور مفتوحة لأشياء كثيرة الاحتمال الراجح أن أمريكا ستسعى بكل ما تستطيع لتقوية خيار أعوانها أتباعها المتعاملين معها في العراق على حساب المتعاونين والمتعاملين والتابعين لإيران وإعادة ترتيب العملية السياسية بما يظهر أن هناك تغيير ما وإن كان في الأصل هذا التغيير لا يخدم الشباب ولا هو مطلبهم ولا هو مطلب العراقيين جميعا تغيير الوجوه والأشكال والنسب بين إيران ولا أول إيران ولا أول أمريكا لا يخدم العراقيين ولا يخدم المنطقة التغيير الكامل هو فقط الذي يخدم وهذا لا يمكن أن يكون بأدوات أمريكية كنا نقول وما زلنا نقول أي تغيير في العراق ينبغي أن يكون كاملا وشاملا وعادلا وعبر المؤسسات الدولية لا عبر المحتل الأمريكي ولا المحتل الإيران دكتور إذا تحدثنا قليلا عن تعامل إيران في العراق مع ثورة تشرين استخدمت أدواتها الميليشيات في اتباع أسلوب الأمني الدموي إذا صح هذا الوصف إيران هذا الأسلوب لم ينفعها لم يثبت نجاح لماذا تستمر باتباعه ليس فقط في العراق حتى في إيران في الداخل طبعا هو الوصف يصح وينطبق 100% إيران تسعى بكل الوسائل الممكنة لتنفيذ سياساتها في المنطقة وهي تتبع سياسات تقوم على لوبيات العلاقات المقرونة طبعا بأساليب الترغيب الشتى ومن هنا صنعت لنفسها بؤر للأسف في جسد الأمة هنا وهناك ومن كل المكونات والأطياف السياسية بغض النظر عن توجهاتها وغلفياتها ولكنها عندما تشعر بأنها مهددة في ذاتها وفي مصالحها وفي مجالها الحيوي لا يوجد لديها إلا الخيار الأمني ما جرى للثورة في العراق أيضا كان خيار أمني منذ اللحظة الأولى وكانت ساحة التحرير في الشهر الأول أو بداية الشهر الثاني مهددة بإبادة كاملة ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى وبعد تدخلات دولية وما إلى ذلك تم تفويت هذا الخيار على إيران وغرفة العمليات الدولية المشكلة بقيادة إيران في العراق لقمع الانتفاض وما زالت إيران ترجح هذا الخيار وهذا الخيار مستمر لم يتوقف أبدا اغتيال الناشطين المستمر منذ اللحظة الأولى للثورة إلى الآن اليوم كان اغتيال لعدد ناشطين هذا هو خيار دموي مطبق هنا وهناك ولكن تعرض هذا الخيار لبعض المشاكل لبعض المتغيرات غير المتوقعة بسبب الصراعات السياسية بين القوى السياسية الماسكة بالحكوم بين الميليشيات في داخلها وأيضا نتيجة وقوف أبناء الشعب سندا للثورات فأصبح مثابة صور بين هذه الميليشيات وبين الشعب ومع ذلك ما زال الخيار الأمني مفضلا لدى إيران وستعمل بكل الوسائل الممكنة لتطبيقه إن لم يكن بصورة واضحة وظاهرة وعلى مستوى الجملة والهجوم الباشر تحت نظر الكاميرات والعالم الدولي فإن تستطيع أن تقوم بذلك بطريقة أخرى هنا وهناك ولكن هل سينجح هذا الخيار؟ أعتقد تجاوزنا هذا الموضوع إلا إذا كان هناك خيار أمني على مدى واسع على مساحة واسعة لكن يكون هناك نوع من التدخلات الإيرانية الواضحة والصريحة في ظل أعمال عسكرية ولكن أعتقد أن هذا الخيار أيضا صعب جدا لأنه سيفتح صفحة جديدة من الصراع بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وهم يحسبون ألف حساب ولا سيما بعد انكشاف قدرات إيران الضعيفة وهذه من إحدى الحسنات ما جرى بعد مقتل سليماني هذا الانكشاف الذي كان معروفا لكثير من المتابعين ولكن ليس معروفا على هذا المستوى الكبير فضلا عن ذلك إيران الآن تعاني من مشاكل بعد مقتل سليماني جاءت منذ حد الطائرة الأوكرانية الآن اندلعت التظاهرات في إيران منذ أيام وهي تظاهرات شديدة وكبيرة وفيها تحدي واضح وسافر لنظام ولاية الفقه في إيران فإيران في مشاكل كبيرة جدا هذا يضعف من قدرة على تنظيم وإسناد أي تغيير أمني كبير في العراق لكن أذرعها أو أدواتها في العراق تعمل بشكل نشط الآن تصويت البرلمان أو محاولة إجبار البرلمان على التصويت على إخراج القوات الأجنبية أو طرح هذا الموضوع لرئيس الوزراء كان بضغط وتهديد من قبل الميليشيات لرئيس البرلمان هذه المحاولات هل الولايات المتحدة ستقف متفرجة أمام هذه المحاولات الميليشيوية الإيرانية إذا صح وصفها دعنا نخرج من هذه الثنائية إيران وأمريكا ما جرى في البرلمان لم يكن فيه ذاك الضغط في تصوري للذين حضروا هم القوى السياسية المدعومة الممولة التابعة لإيران السياسية كانت أو ميليشيوية وغابت قوى أخرى لحسابات خاصة نابعة من أنها تقوت الآن بالموقف الأمريكي لذلك لم يحضر إلا ممثلوه هذه القوى الميليشيوية وبعض الأسف وهذا الأسف من باب المجلس ليس حقيقة لأن لا يؤسف على هؤلاء بعض المطبلين بعض الموقعين بعض الذين يكملون دائما ما يسمى بالشرعية البرلمانية ليضفوا على قرار مجلس النواب أو ما يسمى بالنواب الشرعية عندما يمنحونه إمكانية تحقيق نصاب للتصويت وأقصد هنا النواب الذين يسمون بالنواب السنة من هذه الفئة أو ذاك الحزب أو تلك القوى هؤلاء ذهبوا باختيارهم قضية ليست قضية إجبار هؤلاء مقتنعون بالنظام السياسي الذي شاركوا فيه وأصحوا عليه الشرعية أما رئيس مجلس النواب فأحدث ولا حرج لم يذهب نتيجة ضغوط أو غيرها رئيس مجلس النواب كما نعرف هو جاء نتيجة صفقة معروفة وبمواصفات إيرانية كاملة من ناصب الثلاثة من رئيس مجلس النواب إلى رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية كانت الفائز أو كان الفائز الأكبر فيها إيران في مقابل أمريكا فإذن هم ذهبوا تطوعا هؤلاء المجموعة زائد تطوع هؤلاء الذين يدافعون عن نظامهم السياسي عن وجودهم عن دولتهم الراعية عن دولتهم التي يتبعونها ليس سياسيا فقط وإنهم يتبعونها فكريا أيضا وهذه نقطة مهمة جدا هو عندما يذهب البرلماني من الحزاب والقوى الطائفية للبرلمان ليوقع على قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق الذين كانوا يطالبون ببقاه في العراق بكل وسيلة من الوسائل وشرعوا من أجلها الاتفاقية الأمنية في ذلك الوقت ينقلبون بعد هذه السنوات لمصالحهم لما كانوا مع الوجود الأمريكي قاتلوا مع الاحتلال الأمريكي دافعوا عنه وصفوا المقاومة بالإرهاب اغتالوا قيادات المقاومة شرعوا الاتفاقية الأمنية اتهموا كل من يتصدى لها بالإرهاب حتى استطاعت ووافقت إيران الاتفاقي لم يعمل فيهم تسعة ثم بعد ذلك جنت إيران من كل هذا النهايمة العراق إذن هم الآن يسعون لإبعاد الأمريكي حتى يبقى النفوذ لإيران لا يسعون لإبعاد الأمريكان من أجل تحرير العراق كما يدعم دكتور هذه الخطوة خرج ترامب بتهديد أن العراق سيدخل في أزمة اقتصادية كبيرة لم ينهار اقتصاديا طبعا سيستعين بالبنك الفيدرالي في السيطرة على أموال العراق 35 مليار دولار أمريكي لدى الولايات المتحدة أموال عراقية هؤلاء من في البرلمان الذين يريدون الترويج أو الضغط على هذه النقطة ألا يعون حجم المخاطر التي قد يدخل بها العراق بشكل عام مواطنون وبلد بشكل عام في أزمة اقتصادية حالكة وربما تطال أجزاء أخرى من البلد ليس فقط الاقتصاد جراء هذه الخطوة وهل يسأل الحرامي إذا قيل له بأنه ما لم يسطع أن يسرقه من خزينة صاحب البيت سيأتي حرامي آخر ويسرقه هذا ملخص القصة في العراق هؤلاء ينهبون العراق منذ 2003 وحتى اللحظة أموالهم كلها ذهبت ياريت لهم فقط وإنما ذهبت لدعم الجار كما يسمونه ذهبت لدعم إيران ومساعدتها في الإحصار الاقتصادي الذي كانت تفرض عليه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية هو حصار ليس بالقدر الذي حوصر به العراق بعد عام 1990 المهم أن هناك هدر كبير للثروة العراقية مسؤولة عنه هذه الأحزاب بحماية الأمريكان أين كانوا عن هذا الموضوع ثم البلاد المتحدة الأمريكية تهدد بحصار في العراق لا يقرن به الحصار حصارها لإيران طيب من كان يدعم الاقتصاد العراقي أو ما يسمى مجازاً أيضاً اقتصاد العراقي من كان يدعم الدينار العراقي ويحافظ على مستوى أو سعر صرفه على مدى سنوات بدون أي قواعد أو مبادئ أو دلائل على أن هناك اقتصاد ما يمكن أن يسند سعر الدينار كل هذه السنوات الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقوم بذلك حتى لا يقال بأن مشروع السياسي والفشلة في العراق إذن كانت توفر الغطاء للسراق وتسرق معهم طبعاً وتوفر الغطاء لإضفاء نوع من الثبات في الاقتصاد العراقي من خلال سعر صرف الدينار وهو ثبات وهمي كما نعلم جميعاً الآن فقط ترفع يدها عن هذا الموضوع ترفع يدها لمن أو لماذا حتى تضغط على إيران طيب هذا الحصار إذا فرضته أولاً الوجاد وثانياً ما هي أثار هذا الحصار على العراقيين الذين خرجوا شبابهم في هذه الثورة وبومبيو وترامب وغير في تغريداته ليعد العراقيين بالحرية كيف يعد العراقيين بالحرية ثم يخنقهم إذن القصة فيها نوع من التداخل نوع من الازدواجية نوع من التهديدات قد تكون للاستهلاك الإعلامي فقط في هذه المرحلة ننتظر طبعاً الحصار الاقتصادي على إيران أخذ مراحل طويلة جداً وهدد ترامب إذا تذكر قبل سنة أو أكثر من سنة بأنه سيسقط إيران اقتصادياً لم يحدث شيء لم يحدث من ناحية اقتصادية من سيسقط إذا سقطت إيران أو من يحدث الآن نوعاً من المشاكل للنظام السياسي الإيراني هي ارتدادات بقتل سليماني وعوامل أخرى ومن ضمنها كما قلنا حادث الطائر الأوكرانية أعطت فرصة للشعب الإيراني المتدمر أصلاً من هذه الطبقة السياسية الحاكمة في إيران دكتور ننتقل إلى المثاق الوطني العراقي حضرتم اللقاء الأول أو المؤتمر الأول للمثاق الوطني العراقي هل لا تطلعنا على تفاصيله أكثر؟ المثاق الوطني العراقي هو حصيلة أو نتاج عمل طويل للقوى المناهضة للعملية السياسية في العراق منذ اللحظة الأولى الاحتلال في عام 2003 انبرت بعض القوى الوطنية وأسست عدداً من الأطر السياسية الجبهوية لتنظيم عملية وكل مرحلة من هذه المرحلة كانت تقتضي إطاراً معيناً ثم قبل سنوات بادرت هيئة علماء المسلمين بطرح مشروع العراق الجامع ودعت فيها القوى الوطنية جميعاً إلى الاجتماع وتشكيل إطار سياسي عام مناهض للعملية السياسية وقالت بأنها تطرح الفكرة وتقدح هذا المشروع وستكون طرفاً فاعلاً فيه ولن تكون طرفاً قائداً أو صاحباً للمشروع ولذلك دعت قوى عديدة للإعلان عن مبادرتها في عمان في الأردن في عام 2015 ثم تشاورت مع عدد من القوى الوطنية لإطلاق وثيقة وطنية باسم الميثاق الوطني وأيضاً تشكيل إطار وطني كبير جداً أشبه بمؤتمر وطني تنبثق عنه لجان سياسية وإعلامية وإنسانية تمثل رأي الشعب العراقي وتقود هي العمل الوطني حتى لا تبقى هذه الجهة منفردة أو تلك حتى لا تبقى الهيئة لوحدها في الساحة أو القوى الفلانية أو الحزب الفلاني وهذا هو سعي هذه القوى دائماً لجمع الكلمة وتوحيد العمل الوطني ثم بعد ذلك لما تعثر هذا المشروع لأسباب عديدة طرحت الهيئة فكرة الميثاق الوطني وقالت بأنه حد أدنى ميثاق أشبه بوثيقة وثيقة مبادع عامة تضع الخطوط العامة للعمل الوطني وتكون في الوقت نفسه ضابطاً ومعياراً يحول دون انفلات قوة من القوى بالعمل لوحدها وأيضاً حتى نبقي السقف الوطني عالي لأنه للأسف بعض القوى كانت تطرح سقوفاً متدنية وتدعو إلى إصلاح العملية السياسية وتعديل بعض فقرات الدستور وتتمهى مع بعض الدعوات فعلى مدى سنتين منذ عام 2017 إلى 2019 عقدنا لقاءات وتشاورات كقوة وطنية في الأردن وفي العراق وفي تركيا ومشاورات في أماكن أخرى إلى أن انتهينا إلى إعلان الميثاق الوطني العام الماضي هنا في إسطنبول ثم بعد حوالي عشرة أشهر عقد الميثاق المؤتمره الأول وأكد فيه على أنه كان يستشعر ويستشعر فأن هناك حراك أنه ما سيكونه في العراق وأن توقيت إعلان المؤتمر في 3-3 2019 كان مناسباً جداً فقد جاء قبل ثورة تشتيم بسبعة أشهر ولذلك بادر الميثاق لعقد مؤتمر صحفي في شهر تشرين الأول بعد الثورة بسبوعين وثلاثاً لإعلان تأييد إلا ثم عقد المؤتمر الأول لتفعيل لجانه لدعمه وإسناد ثورة تشرين والتعبير عن مطالب الشعب العراقي ولا سيما أن الظروف الدولية والإقليمية وعلى المستوى الإعلامي مؤاتية الآن لسماع هذا الصوت وهذا ما حصل ردود الأفعال والآثار على العقد المؤتمر فدعينا وجئتك ضيف فأنا لست عضواً في الميثاق الوطني الهيئة لديها ممثل في الميثاق كما القوى الأخرى حضرنا هذا المؤتمر لدعمه والشد على يد قائمين عليه هل تنسجم مطالب وأهداف ثورة تشرين مع بنود الميثاق الوطني العراقي؟ تنسجم تماماً مئة بالمئة بل أستطيع أن أقول هذا ليس مزايدة لكن بحكم الأسبقية بحكم التاريخ أن ما أعلنه شباب الثورة في كل ساحاتها يتفق تماماً مع مبادئ الميثاق الوطني المعدة منذ عام 2017 والمعلنة في عام 2017 في شهر أذر استقلال العراق وحدة العراق سيادة العراق الحل الشامل الكامل في العراق تحقيق مطالب العراقيين جميعاً إنهاء الاحتلال الأمريكي المستمر والاحتلال الإيراني إبعاد كل نفوذ في العراق بناء العراق بسواعد أبنائه وشبابه إبعاد شبح الطائفية على كل مستويات السياسية وغير السياسية العراق لكل العراقيين وليس لهذه الفئة أو تلك ونقطة مهمة جداً عدم صلاحية النظام السياسي القائم في العراق وبالتحديد العملية السياسية للعراق منذ الاحتلال حتى اللحظة وتأكيد على أن الموقف العراقي في الانتخابات الأخيرة وعزوف أكثر من 80% بالمئة من العراقيين عن مشاركة الانتخابات كان إعلاناً شبه رسمياً بموت العملية السياسية التي الآن تكاد تكون لازمة وثابت من ثوابت هذا الحراك الشبابي الشعبي الكبير في سؤال الأخير لكم دكتور في ظلم تفضلتم به وهذه المطالب وأهداف الثورة هناك من يخرج الآن مروجاً أو يعيد ترويج فكرة الأقاليم لماذا في هذا التوقيت تخرج وما المكاسب المنتظرة من قبل من يروجون له نعم دار في اليوم الأخيرين حديث في هذا أو عن هذا الموضوع إن صح وإن ثبت وأنا أرجح أنه صحيح وثابت فننظر إليه من زاويتين الزاوية الأولى هي طبيعة هذا التوجه وأهداف هذا التوجه فأقول هذا التوجه ومن قام به يخدم تماماً مشروع تشتيت الثورة ثورة الشباب محاولة لصرف انتباه بعض الشباب عن هدفهم الرئيس ومحاولة لدقي أسفين في صفوف الشباب ومحاولة لي هذا ترتيباً على سؤالك السابق حول موضوع الخيار الأمني الخيار الأمني موجود ولكن بما أنه لم يحقق الأهداف كاملة هناك خيارات للالتفاف منها هذا الخيار لذلك لماذا يطرح هذا الموضوع الآن المزاج الشعبي لا يقبل به الشعب يريد تغيير كامل الآن بدل أن تأتي للتغيير الكامل تلتفت إلى قضايا جزئية في زوايا مخفية لإثارة فتنة وبالتحديد فتنة طائفية بأن السنة يبحثون عن إقليم الآن أنتم تطالبون بتغيير كامل والسنة لم يشاركوكم في التظاهرات وهذا غير صحيح وكذب وافتراء ثم هم الآن يبحثون عن إقليم والسنة ليسوا كذلك إنما من يقوم بهذا أو من قام بهذا بعض الأطراف السنية القريبة جداً من إيران الأمر الثاني الزاوية ينظر فيه أنه السياسيون في مأزق كبير ولا سيما من يسمون بالسياسيين السنة وأؤكد على هذا ما يسمى بالسياسيين السنة كلما حصلوا في زاوية كلما ثبت فشل خياراتهم كلما أحسوا بأن أعمارهم السياسية ومصالحهم المترتبة على ذلك ستنتهي يلجون إلى خيار الأقاليين هذه تعودنا عليه ليس من هذه اللحظة منذ اللحظات الأولى لثبوت فشل خيارهم السياسي منذ عام 2007 أو 2008 لذلك في كل محاولة احتجاج وتظاهر واعتصام واشتداد شعور وطني يطالبون أو يخرجون لنا بهذا الطرح الالتفافي إذن أنظر لهذا الموضوع وأقول هو طرح لن يجد آذانا مصغية ولم يصل إلى أهدافه أبدا وهي محاولة فاشلة منذ البداية الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين أشكرك شكرا جزيلا لتوجودك معنا في قناة الرفضين في هذا اللقاء الخاص مشاهدين الكرام الشكر الموصول لحضراتكم لطيب المتابعة نلقاكم في لقاءات خاصة أخرى إلى اللقاء اشتركوا في القناة